اشتركوا في القناة وقال المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ان مقاتلة التحالف شنت صباح اليوم ست غارات على تجمعات لمليشيا الحوثي ودوريات لأطقم على متنها عناصر حوثية ووضحت المصادر ان الغارات ادت لمقتل اكثر من 20 مسلحا حوثيا واصابة اخرين يأتي هذا فيما شهدت مديريته حرض وعبس تبادلا للقصف المدفعي والاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش ومليشيا ايران الحوثية في غضون ذلك اعلن اعلام الجيش اصغاد طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي الارهابية في جبهة حرض وفي وقت سابق اعلن تحارف دعم الشرعية عن تنفيذ 28 عملية استهداف ضد المليشيا في حجة اسفرت عن تدمير 14 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صوف في المليشيا لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم بنيراني قوات الجيش الوطني في تعز واكد المركز الاعلامي للقوات المسلحة مصرع 13 عنصرا من مليشيا ايران الحوثية وجرح اخرين في مواجهات مع ابطال الجيش الوطني في جبهة الاحطوب غربي المحافظة وذلك خلال الساعة الماضية الى ذلك جددت مليشيا الحوثي الارهابية قصف الاحياء السكنية في مدينة تعز بالمدفعية ما تسبب بحالة من الخوف والهلع في اوساط المدنيين وقالت مصادر محلية ان ثلاث قذائب حوثية سقطت في حي الشماسي وسط المدينة دون تسجيل ضحايا دشنا وزير الداخلية لواروخن ابراهيم حيدان اليوم اجتماعا للمجلس التأديبي لوزارة الداخلية واكد حيدان على اهمية تفعيل المجلس التأديبي للنظري في المخالفات والتجاوزات المنتسبية الوزارة والعمل بمبدأ الثواب والعقاب وخلق التنافس في انجاز المهام والواجبات والتقيد بالنظام والقانون وتعزيز الانضباط العسكري لمنتسبية الوزارة واشدد حيدان على اهمية الالتزام بالضوابط وعدم مخالفة الانظمة والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة وتناول المجلس آليات عمله والنظر في القضايا المرفوعة اليه خلال الفترة القادمة وفقا لللوائح والنظم المحددة لذلك اكد وكيل وزارة الداخلية لإقطاع الخدمات اللواء الركن عبد الماجد العامري على اهمية الانضباط الوظيفي لمنتسبية الادارات وفروع المصالح الخدمية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وتذليل كافة الصعوبات والمعويقات ولفت الوكيل خلال تفقده فروع مصالح الخدمات المدنية في محافظة المهرة الى ان قيادة الوزارة تولي قطاع الخدمات اهمية كبيرة لارتباطها المباشر بالمواطنين وثمن الوكيل الجهود المبدلة في الادارات والمصالح الخدمية والدعم المقدم من السلطة المحلية في محافظة المهرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وامن المحافظة اقرر المجلس الاعلى للشرطة في اجتماع في مدينة سيئون برئاسة وزير الداخلية لواركن ابراهيم حيدان خطة عمل للمجلس خلال العام 2022 وعددا من المواضيع المدرجة في جدول اعمال المجلس واستعرض للمجلس القرارات والتوصيات الواردة بالمحضر السابق ومستوى التنفيذ بالاضافة لآليات عمله وخطة نشاطه خلال الفترة القادمة وفقا لللوائح المحددة لذلك اكد خبير الالغام والمتفجرات البريطاني كريس كراك بانه لا يوجد منطق عسكري لزراعة الميليشي الحوثي للالغام وقال الخبير البريطاني لصحيفة الشرق الأوسط ان مبادرة السعودية لانشاء مشروع مسام لتطهير الالغام في اليمن تعد الاولى من نوعها على مستوى العالم اذ يعمل المشروع والحرب مستمرة واكد الخبير البريطاني ان الالغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشي ايران الحوثية في المدارس والمنازل والمساجد تستهدف المدنيين بشكل مباشر واضاف انهم يستخدمون الالغام للقتل وليس الاصابة فقط واشار الخبير البريطاني الى ان تمويه ميليشي الحوثي للالغام التي تزرعها في كل مكان يوضح انهم لا يريدون لليمنجين العودة الى قراءهم ومنازلهم وقال هذه ليست حربا عسكرية هذه جرائم سير مجلس التعبية والاسناد الشعبي بامانة العاصمة قافلة تموينية وسيجارات ووسائل نقل لابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة محافظة مارب وقال وكيل امانة العاصمة امين عام من مجلس المحلي عبد المجيد الجرف ان تواصل القوافل الشعبية دليل على قوة الولاء الشعبي لقوة الجيش المرابطة في السهولي والجبالي والوديان وقال رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التعبية والاسناد الشعبي العقيد احمد يحيى الاشول خلال تسليم القافلة للابطال قال ان احرار امانة العاصمة وكل الشرفاء عازمون على استمرار الدعم لابطال الجيش الوطني والمقاومة في كافة الجبهات حتى انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادجي من جانبه قال عضو مجلس النواب الدكتور عبد الملك القصوص ان نضال الابطال في الجبهات الهم كافة اليمنيين وخاصة ابناء العاصمة لتقديم كافة اشكال الدعم المادي والمعنوي وصولا الى الاسناد بالروح والمال قالت منظمة الهجرة الدولية انها قدمت برامج دعم نفسية للنازحين في 34 موقعا في محافظات مأرب والتي تحتضن قرابة 3 ملايين نازح من مختلف المحافظات اليمنية ووضحت المنظمة ان هذه البرامج تأتي في ظل الصدمات والضغوطات النفسية التي يعاني الكثيرون منها في اليمن منها نتيجة للصراع المطول ووضحت المنظمة ان هذه البرامج تأتي بدعم من الاتحاد الاوروبي والحكومة اليابانية اكد رئيس الوزراء معين عبد الملك على الدور المحوري للتعليم العالي والجامعات في صناعة التغيير وتحقيق النهوض المنشودي والتنمية وجدد رئيس الوزراء لدى استقباله رئيس جامعة شبوات دكتور توفيق باسردة حرص الحكومة على حشد الدعم والتمويلات المحلية والخارجية للجامعة لما من شأنه الاسهام في تعزيز المخرجات النوعية للتعليم الجامعي ووجه رئيس الوزراء رئاسة الجامعة بالعمل على ان تكون مخرجاتها مرتبطة باحتياجات سوق العمل والتركيز على التخصصات العلمية ووجه رئيس الوزراء بمعالجة عدد من المتطلبات الطارئة للجامعة وترتيب اوضاع هيئة التدريس المتعاقدين والكادر الاداري بما يتناسب مع احتياجات الكليات اقام مركز الامل للتوحد حفلا توعويا وتكريميا لمرضى التوحد والعاملين في المركز تحت شعار لا تستهين بقدراته وفي الحفل التوعوي الذي اقيم في قاعة نادي تعز قدمت عدد من الفقرات الهادفة الى زرع المفاهيم السليمة لدى المعاقين لاثبات بقائهم في الحياة كأعضاء فاعلين ويعد مركز الامل المركز الوحيد الذي يقدم الخدمات المساندة للمرضى خاصة مرضى التوحد في تعز اليوم حفل توعوي تكريمي لتكريم الكادر العامل بمركز الامل للتوحد لانهم يعملون بصفة متطوعة بدون اي مقابل فاليوم نكرمهم على قهودهم القبارة التي لا تضاهب اي ثمن كذلك حفل توعوي لمعرفة المجتمع باضطراب التوحد وانه هذه الفئة موجودة والمركز موجود فنرقو توقيه مد العون لهم وزيارة المركز تحت شعار تعز قلب مفتوح على العالم اقام مكتب الثقافة معرضا للفنان التشكيلي وليد دلة وجسد المعرض الوضع في المحافظة التي تشهد حربا وحصارا من قبل ميشة ايران الحوثية منذ سبع سنوات بالاضافة الى استعراض لوحات فنية جمالية تعبر عن الثقافة التعزية القديمة والحديثة معرض نوعي رائع يمثل رسالة جميلة عن هذه المدينة المسالمة مدينة الحياة مدينة الامل وبكل تأكيد انها رسالة مهمة عن هذه المدينة في ظل ما تعانيه رسالة للعالم اجمع اقرأوا تعز كما ينبغي افهموا الوانها شاهدوا هذا الجمال الذي تقدم هذه المدينة المثقفة بامتياز واعرفوا تفاصيل وملامح ابنائها التفاصيل الحقيقية التفاصيل التي تحمل معاني السلام معاني الحياة ومعاني ايضا الامل وبناء الوطن كما نأمل اكد محافظ ومحافظات المهرة محمد علي ياسر على اهمية تشغيل مطار الغيضة لتسهيل حركتي وتنقل المواطنين مثمينا جهود البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن على تهيل وتجهيز المطار واعادة تشغيله جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع مدير عام المطار نويجع سعد نويجع لمناقشة التحضيرات الجارية لتدشين مطار الغيضة الدوليجي من جانبه اوضح مدير مطار الغيضة نويجع سعد نويجع ان المطار بات جاهزا لاستقبال كافة الرحلات الجوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة